مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني السانوي أهلا ومرحبا بكم من هنا من داخل استوديو قناة مدرستنا ثلاثة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها أعرض عليكم الحلقة الرابعة عشر والأخيرة في فصل الضوء وهي بعنوان قوة التفريق اللوني أهلا بكم يعني إيه قوة التفريق اللوني؟ قوة التفريق اللوني لمنشور ثلاثي لو عايز تعرف تعال نشوف إذا ساقط الضوء فإن الألوان تتفرق تتفرق إلى الألوان اللي احنا عارفينها إذا كان ضوء أبيض يبقى أحمر برتقال أصفر أقدر أزرق نيلي بنفسك طيب لو ما كانشي الضوء أبيض حيتفرق لو ما كانشي الضوء أبيض حيتفرق إلى الألوان المكون منها هو في ضوء مش أبيض طبعا أطياف الخطية للعناصر كلها مهيش ضوء أبيض الأطياف الخطية للعناصر عبارة عن بعض الألوان اللي بتنته فلكل عنصر طيف خطي خاص بيه المنشور بقى هيفيدنا في الحكاية دي في جهاز هنعرفه في سنة ثالثة إن شاء الله اسمه سبيكتروميتر في منه أنواع سبيكتروميتر وسبكتروسكوب وسبكتروجراف فالموضوع مهم عشان سنة ثالثة كمان اسقط الضوء اتحلل الضوء لألوان الطيف تعالوا ندرسهم نقطة نقطة بس هنهتم بما يلي أنا هاخد أقل انحراف وهو الضوء الأحمر وآخر انحراف اللي هو البنفسيجة أو الأزرق يعني طبعا لأن البنفسيجة والأزرق بيبقوا ريبين أو من بعض فأغلب الكتب بتتعامل مع الفايلوت والبلو كأنهم لون واحد يعني في بعض الكتب تقول الألفا ريد وفي بعض الكتب تقول الألفا فيولوت وما فيش مشاكل بالنسبة لنا ده الانحراف الصغير وده الانحراف الكبير وهناخد الانحراف المتوسط وجي ده بالتجربة أن اللون الأصفر زاوية انحرافه بتبقى متوسطة بين اللونين الأحمر والأزرق تعالوا نشوف إذا ساقط الضوء مدينا شواء على استقامته عندنا زاوية ريد اسمها الألفا ريد وزاوية للليلو ألفا يلو وزاوية للبلو ألفا بلو عندنا ثلاث زاوية لما درسوا العلاقة بينهم لقينا أن دايماً الألفا يلو بتبقى عبارة عن متوسط حسابي للألفا ريد والألفا بلو قادي منشور رقيق مثلاً أسقطنا عليه الضوء أسقط الضوء إيه اللي حصل تفرق هو هو طبعاً تفرق الضوء لابد لسبعة الوان أنا بس حددت زاوية الألوان دي عشان هشتغل عليها قادي الألفا ريد وقادي الألفا يلو وقادي الألفا بلو ملاحظين حاجة؟ آه إن اللون الأحمر أقلها نيو يعني تردد ومعامل انكسار وزاوية انحراف وأكبرها طول موكي بينما الضوء الأزرق بيبقى أكبرها نيو وإن وألفا أكبرها تردد وعمل انكسار وزاوية انحراف وأقلها طول موكي وزي ما قلت إحنا بنتعامل يعني مع الأقل انحراف والأكبر انحراف المسافة اللي ما بينهم بقى اللي هو اتساع الطيف اللي قدامك ده في بعض أنواع المنشور بتقدر إنها حسب نوع مدتها بتقدر إنها توسع المسافة اللي ما بين الخطوط وبعضها فبيبقى دراسة الطيف أيسر وأفضل فبيقولوا عليه قوته على تفريق الألوان كبيرة وبيقولوا قوت التفريق اللوني فاحنا بنعمل ايه بناخد الانحراف الأولاني الصغير بالنسبة للألفا يالو وبناخد الانحراف الكبير بالنسبة للألفا بلو وبنطرح نجيب الفرق بينهم وده بنسميه الباور والباور هنا أو قوة التفريق اللوني مش قوة بنيوتن لأ ده حتى هنعرف نعمل هاش وحدة زي ما هنتعلم دلوقتي فهو مش معنا كلمة قوة يعني بتقس بنيوتن اللي هي اللي احنا عارفينها اللي هي الحاجة اللي بتحرك وكده لأ طيب أسقطنا الضوء مسيكنا بقى اللونين دول في مثل مشهور جدا يعني أحب أقوله للناس يعني الناس ما تيجي تتعلم كلمة الانفراج الزاوي بصوا يا جماعة لما واحد يكون مثلا عايز يشتري حاجة غالية بألف جنيه وها معوشها لتسعمائة جنيه فنقوله يقول ربنا يفرجها طيب بعدها بشوية دفع الألف جنيه ايه عم ربنا فرجها كلمة الانفراج الانفراج في الشيء التوسع فيه الزيادة فيه فما تاخدش المعنى بتاع الانفراج انه ده حاجة صعبة ده زاوية مثلا دراجتين بقوا ثلاثة حصل انفراج في الزاوية مقدره واحد فانت عندك الألفا رد حت زاوية صغيرة كده دراجتين مثلا الألفا بلو مثلا خمس درجات يبقى الانفراج اللي بينهم تلت درجات يعني مقدار الزيادة اللي حصل في زاوية البلو عن زاوية الرد يعني اقدر اطلعه ازاي اطرحهم يا سيدي من بعض ببساطة جديدة فلو قلنا الألفا بلو نقص ألفا رد او لو عوضنا بإيه نقص واحد الواحدة يشتبه الواحدة تبقى ألفا هتبقى إيه وفتح كوس هتبقى إني بلو نقص إن رد فأنا عندي القرونين اداك الزوايا عوض بالأولاني اداك معاملات الانكسار عوض بالثاني فالانفراج الزاوي هي الزاوية المحصورة بين شوعيني بعد خروجهما من المنشور طبعا أنا مختار هنا أقل انحراف وأكبر انحراف علشان أجيب الاتساع بتعطيف اللي عندي اللي هو المسافة اللي ما بين أقل زاوية انحراف لغاية أكبر زاوية إيه انحراف على اعتبار أن اللي زرق أكبر حاجة يعني طيب أسقطنا ضوء فطلع الأصفر الأصفر ده يا جماعة طبعا هو طلع السابعة الوان بس أنا لوقتي بقيس زاوية الأصفر هو اسمه انحراف متوسط هو اسمه كده لأنه بيتوسط له نيه؟ متوسط حسابي لهم الانحراف المتوسط شوف حتى أنا ملونهولك بأصفر هو عبارة عن ألفا بلوزاد ألفا رد على اتنين بس ما تنساش إذن الألفا بتساوه إيه؟ إنه نقص واحد العادية بتاعت أي منشور رقيق آه يعني لو الإن وي مش موجودة برضو هتطلع إن بلوزاد إن رد على اتنين يعني إذن اللون الأصفر عنده حاكتين متوسطين هو عتنساه إيه هم؟ عفوا الألفا ألفا بلوزاد ألفا رد على اتنين اللي هي زاوية انحراف والإن بلوزاد إن رد على اتنين برضو يديك الألفا يلو يعني معامل الانكسار المتوسط ده بعض الطلاب ممكن يتلغبط فيه ما بينه وبين ألفا معامل الانكسار يا جماعة اللي إحنا درسناه طول الفصل في قوانين الانكسار زاوية الانحراف اللي خدناها ليه زاوية المحصرة دي زاوية بالدرجات معامل الانكسار مالوش وحدة معامل الانكسار المتوسط هو معامل الانكسار مادة المنشور للون الأصفر طب ده بيساوي إيه؟ بيساوي معاملين انكسار مادة المنشورين مقسوما على كام؟ على اتنين متوسط المعاملين دول فالالفا واي بيساوي ألفا بلوزاد ألفا رد على اتنين وكذلك الان واي بتساوي الن بلوز طب ممكن أستنتج ال-N-Y من الألفا أيوة عوض عن الألفا بتساوي إيه؟ إنه نقص واحد الإيه هتتشطف في ده كله والسالي بواحد ورشته بالموجة بواحد وهتلع لك القانون يعني العلاقة اللي هي على إيدك اليمين جاء من العلاقة على إيدك الشمال ما فيش أي مشكلة فيها خالص طيب أسقطنا الضوء أهو طلع لي الألوان بقى عندي ثلاث حاجات أزاي هيجيب كوة التفريق اللوني؟ الكوة التفريق اللوني حنسمها أوميجا ألفا وطبعا في كتب بترمز لها برمز أخرى بس إحنا في منهاجنا هنا أوميجا ألفا أو أوميجا ألفا نوت دي عبارة عن ألفا بلو نقص ألفا رد اللي هو الانفراج الزاوي على الألفا والولى للحراف المتوسط أقسم الاتنين على بعد طبعا يا ولادي عبارة عن إيه؟ ألفا بلو بالنسبة للهيلو وألفا رد بالنسبة للهيلو وطرحناهم من بعض فأخدنا الواي عامل إيه؟ الألفا هو يعمل مشترك يعني أنا بجيب أكبر انحراف بالنسبة للمتوسط وأصغر انحراف بالنسبة للمتوسط ونقصهم من بعض تمام؟ فالأوميجا ألفا لو عوضنا طبعا هتبقى إن بلو نقص إن رد أنت ليه حاطت الصندوقين دول جنب بعض كده أو المستطيلين دول؟ أنا عايزك تعرف أني ممكن السؤال يجيلي بزوايا انحراف أو معاملات انكسار فهنا لازم أفكرك بقى بص الأوميجا ألفا بتساوي الانفراج الزاوي لللونين الأحمر والأزرق اللي أقل حاجة وأكبر حاجة على الإنحراف المتوسط ومن هنا أكون فاهم برضو لو عايز الإنحراف المتوسط لو عايز الإنفراج الزاوي المسلس دا أو المستطيل دا انتوا عارفين طبعا شغل غلسانوي بسيط يعني معانا الأوميجا ألفا بتساوي ألفا بلو نقص ألفا رد عن ألفا وي اللي هي أين بلونقص إن رد وتحت أين وiinقص واحد اشتب الامعال ايه يطلع لك القانون طب ما يبقوه تتفريق اللوني دية لها القانونين دول اه طب ما تجمع لي كل اللي خدناه بقى لان القوانين دي كده كتير احنا خدنا الانفراج الزاوي اللي هو الفا بنقص الفا رد او ده لو زوايا او ايه ان بلونقص ان رد لو معاملات وخدنا الانحراف المتوسط وهو لو انهولك بصفره عشان ما تنسهوش وده بيساوي برضو القانونين اللي انت عارفهم ده لو زوايا وده لو معامل انكسار وما تنساش لو الانواي مش عندك هاتو قوة التفريق اللوني اقسم الانفراج على الانحراف يديك قوة التفريق بص السهم اللي انا عمله لك ده السلايد اللي قدامك ده او الشراح اللي قدامك دي الشاشة دي صورها احفظها دوانها لان هي دية خلاصة الموضوع كله يبقى عندنا ثلاث مفاهيم جديدة يا ولاد الانفراج الزاوي لانحراف المتوسط قوة التفريق اللوني انا مديك في السطر الاولاني لو ادك المسألة بزوايا هتمشي السطر اللي فوق لو ادهلك بمعاملات انكسار هتمشي اللي تحت لو معامل الانكسار بتعلون الاصفر مش موجود معاك تقدر تجيبه من البلو والرد وتقسم على اثنين طب ما تيجي نشوف بقى اسئلة ونشوفها على الصبور هنا بيقول لي منشور رقيق زاوية رأسه عشر درجات ومعامل انكسار مدته للضوء الازرق مديني والاحمر ادي الازرق وادي الاحمر وبرضو يا ولاد يعني هو كتب على الترتيب وحتى لو ما كتبش على الترتيب حتى هو هيكتبها لك بس حتى لو ما كتبهاش ما انت عارف ان الازرق زاوية انحرافه اكتر لانه معامل انكساره اكتر احسب زاوية الانحراف المتوسط شوف المعطيات قادي الايه وقادي الالفا رد الان رد وقادي الان بلو وقادي الالفا واي تعال نعوض في قانوننا الالفا واي بيتساوي ان واي وحطت مكان الواي البلو الرد على اثنين عوضنا طلع خمسة فاصلة خمستاشر درجة حاجة جميلة بسيطة لما تطلع لك الارقام كده زاوية صغيرة اعرف انك ماشي صح نموذج عشرين واحد وعشرين بيقولي اذا علمت ان قوة التفريق اللوني لما نشوركك زاوية رأسه 8 درجات هي كذا يبقى ده زاوية الرأس الايه وقادي الاميجا الفا ومعامل انكساره اه هنا الداني الان يلو عايز لانفراج الزاوية سهلة جد ماهو انت لو شفت الشريحة اللي انا قلتها احتفظ بها هتعرف اني الاميجا الفا بتساوي الانفراج على الانحراف عوض تعويض مباشر طلع الانفراج الزاوي هيطلع زيرو بوينت خمستاشر تسعي يعني زيرو بوينت ستاشر تقريبا يبقى اختيارنا رقم ده سؤال رائع سؤال رائع انا بقول الاسئلة اللي بتخليك تشتغل في القوانين دي تكرر السؤال مع نفسك مرة واثنين عشان تعرف وتتعلم السؤال اللي بعده جايب لي منشوران رقيقان من نفس المادة وزاوية رأس كلا منهما ده خمسة وده عشرة يعني واحد منهم ضاعف التاني عايز النسبة من قوة التفريق اللوني للأول على التاني وده من استرشياده 2019 كانوا مدينه قبل الامتحان علشان تتضرب قوة التفريق اللوني اوميجا الفا زي ما انت عارف بتساوي ان بلو نقص ان ردة على ان وينة قص واحد هل هنا في ايه في البسطة ولا في المقام لا اتشطبت مع بعضها يبقى النسبة واحد لانها لا تتوقف على زاوية رأس المنشور نكمل من الاسئلة المحببة الى قلبي والسؤال جيف عشرين عشرين صباحي ومسائي دليل على ان السؤال كان رائع منشور رقيق زاوية رأسه عشر درجات وجيبي للنسبة بين ان بلو على ان رد تاتة عشرين على عشرين والان يلو بواحد ونص عايز قيمة ان بلو شوف بقى هذا السؤال له كذا طريقة للحل لكن انا هفكر بتفكيرك وانت قاعد في اللجنة انا دلوقتي ما عنديش غير قوانين اللي الاستاذ قال لي هي دي اللي هتحللك كل شيء مش عند الان بلو والان رد دي علاقة اه اعرف اجيب ان رد في طرف اه عشرين في ان بلو على تلاتة وعشرين فيها مشكلة عوض مش الان واي او الان يلو بتساوي ان بلو زايد ان رد على اتنين اه ان بلو زايد عشرين على تلاتة وعشرين في ان بلو كده بقى الان بلو هي اللي نقصة واحد فاصلة ستة شكرا خطوة واحدة خطوة واحدة مش فيها اي مشكلة ما استخدمناش العشر درجات بس لو عايز تستخدمها هتستخدمها يعني ممكن الحل بأكثر من طريقة فزاويتي هي الانبلو هنا طلع واحد ستة من عشر فخلي بالك لكن الحقيقة انا ما كنتش عايز الطلاب تحل بكده انا عايز طالب اعلى من كده المرحلة الجديدة احنا بنعلم تفكير ايه تعالى كده يا راجل لما يكون الان يلو بواحد ونص ما هو معروف ان الانبلو اكبر منه صح فيه في الارقام دي حاجة اكبر من الواحد ونص يلو الواحد ستة من عشرة لا من غير حل خالص يعني ببساطة جديدة اوعى تنسى ان احنا مرتبين زويا اللي نحرافوا معاملات الانكسار يعني ده كده لو عايز تثبيتها لنفسك رياضيا لكن ان هو يقول لي انا عايز الانبلو واجب عليك بقى طب هاتلي الانرد واحد هيقول لي هعوض هنا ما العلاقة هي انا عايزك تبدأ هالي من الاول سقط شعاع ضوئي نشوف السؤال مع بعض سقط شعاع ضوئي ابيض عموديا على وجه منشور ثلاثي رقيق زاوية رأسه عشرة يعني رقيق وهو ياولاد حتى لو ما قالش رقيق واجب لك ان الزاوية عشر درجات ما هو رقيق عشرة تسعة تمانية وانت نازل ده رقيق فاذا كان معامل الانكسار للمنشور بالنسبة للضوء 1.4 والانفراج الزاوي 2 احسب معامل الانكسار احسب معامل الانكسار بالنسبة للضوء الازرق تعال انطلع معطياتنا عندنا الايه عندنا الانفراج الزاوي عايز الانبلو طب ما انا عندي الانفراج الزاوي ايه انبلو نقص انرد تعويض مباشر في خطوة واحدة طلعت الانبلو 1.6 انا مقتنق ان انا صح لان الرد عندي بواحد واربعة من عشرة فلما يطلع البلو بواحد ستة من عشرة انا صح لازم لان بلو يطلع اكبر انا عايزك تبع عندك حص تكديري بالارقام ما اطلع ليش ان البلو اقل ده احنا حلناها في السؤال اللي قابله بمجرد النظر الفيزياء هي علم التفكير اذا كان الانفراج الزاوي للشوعين الازرق والاحمر مدهم لي فيه منشور سلاسي زاوية رأسه ثلاثة هو 0.6 درجة احسب الفرق بين معامل انكسار مادة المنشور الدول الازرق والاحمر لو الفا بلون اقص الفا رد يعني كأنه قال لي يحسب الانفراج الايه الزاوي اقول له حاضر ده مديني الايه ومديني الانفراج الزاوي يا استاذ مش الالفا بلون اقص الفا رد بتساوي ايه ان بلون اقص ان رد اقول له اه ده هو عايز ان بلون اقص ان رد عايز الانين وده الجملة اللي انا ركزت عليها في فرق بين الفا بلون اقص الفا رد وان بلون اقص ان رد تعويض مباشر في خطوة واحدة ان بلون اقص ان رد حيساوي اثنين من عشر سؤال جميل ورائع ويتحل بسهولة سقط شعاع من الضوء الابيض على احد وجهها منشور رقيق من الزجاج زاوي ترقصه عشر معامل انكساره واحد واثنين وسبعين من مية للون البنفسجي هنا بقى بيقول للون البنفسجي اخاف لا اهو كلمة الاحمر والازرق او الاحمر بنفسجي بيجيب لك يعني اقل انحراف واكبر انحراف طيب عايز الانفراج الزاوي ده انت لو خدت الالفا بسي الايه والان فيلوت والان رد عوض في التعويض المباشر جدا جدا ما عندكش اي مشكلة خالص اخر سؤال يا ولاد منشور رقيق زاوية رأسه خمس درجات معامل انكسار انكساره ردول احمر واحد فاصل ربعة وستين للازرق واحد فاصل ستة وستين للاصفر واحد فاصل خمسة وستين عايز قوة التفريق اللوني وعايز الانفراج الايه وعايز الانفراج الزاوي معانا الايه معانا الان رد معانا الان بلو وعايز الان يلو كمان وعايز الانفراج الزاوي تعويض مباشر في القانون ما فيش اي مشكلة هيطلع ايه بواحد ونص درجة طب لو الان وي عندك تقدر تجيب لي الانفراج الزاوي اه بسهولة جدا جدا قاد الانفراج الزاوي امجة الفا بتساوي ايه ان بلو نقص ان رد على ان وي نقص واحد طب أنا أتقنت الجزء ده أنا عاوز زي ما السؤال قدامك كده أنا عاوز يا ولاد أتعلم على حاجات أعلى من كده تعالوا معايا على اللايت بورد أستعرض معاكم بعض الأسئلة على قوة التفريق اللون جايب لي سؤال بيقول لي لو عندنا منشوران رقيقان أدي منشور وأدي منشور متماثلان من نفس المادة ولهما نفس زاوية الرأس إذا سقط الضوء على الأول فإن الضوء الأبيض فإنه يتحلل بزاوية اتنين درجة بالنسبة للضوء الأحمر إحنا عارفين طبعا أن الضوء الأبيض إذا سقط فإنه بتحلل لألوان الطيف اللاحمر زاويته كان درجتين وتكون قوة التفريق اللوني في الحالة دية أوميجا ألفا بتساوي أوميجا ماذا يحدث لقيمة كلا من الألفا رد اللي زاوية انحراف الضوء الأحمر والأوميجا ألفا إذا تم لصق المنشورين بالشكل الموضح يعني جبنا المنشورين كده لزقنا المنشورين كده جنب بعض يا ترى إيه اللي هيحصل للألفا رد وإيه اللي هيحصل للأوميجا ألفا يعني إحنا عندنا ده إن وده نفس الإن ده إيه وده نفس الإيه إيه اللي هيحصل للألفا رد والله أنا عارف إن الألفا بتساوي إيه إن ناقص واحد طب الإن معامل الإنكسار ما تغيرش لكن الإيه بقى الضبل يبقى الألفا هتزيد للضعف يبقى الألفا رد بدل ما هتنين هتبقى أربعة درجة لانحراف هيتضعف لكن الأوميجا ألفا لا تتوقف أساسا على زاوية رأس المنشور لأنها إن بلو ناقص إن رد على إن واي ناقص واحد ممكن واحد يقول لي طب ما بتساوي برضو الألفا بلو ناقص ألفا رد على ألفا واي أقول له ماشي الألفا رد والألفا يلو والألفا بلو كلهم هيتضعفوا يعني البسطة هيتضرب في اتنين والمقام هيتضرب في اتنين يبقى تظل النسبة ثابتة لذلك قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور وبنأكد على ناتج التعلم ده مهم جدا جدا ركزوا عليه أبنائي وبناتي الطلاب طلاب الصف الثاني الثانوي انتهينا من تدريس جزء مهم في المنهج وهو فصل الضوء تعلمنا في الحلقة بعض المفاهيم الجديدة وهي قوة التفريق اللوني وأنها نسبة ما بين الانفراج الزاوي إلى الانحراف المتوسط قوانين لو ادك زوايا معاك لو ادك معامل الانكسار معاك أكد على معلومة أخيرة قوة التفريق اللوني لا تتغير بتغير زاوية رأس المنشور طالما أن معاملات الانكسار نفسها سعدت بيكم في 14 حلقة درسنا فيهم الموجات الفصل الأول والثاني ولا يتبقى إلا حلقتين عن المواقع المتحركة حلقة السريان واللزوجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمية سنوية مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر تنمية سنوية